اهلا وسهلا بكم تابعينا ومشاهدين في كل مكان هنشوف طبعا في الفيديو ده اسعار البصل الاحمر والابيض والتوم وهنشوف اسعار الطماطم واسعار البمية لايك يا جماعة الفيديو متنساش تشترك في القناة لو لسه مشتركتش اضغط على كلمة اشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو وشكرا جدا جدا على دعمكم للفيديوهات السابقة ويا رب دايما نقدم محتوى يفيدكم طيب ايه حكاية البصل السنة دي وحكاية التوم والطماطم طبعا الاسعارها مهدية على الاخر هنشوف كل حاجة بالفيديو ولكن ما تنسوش الدعم يا جماعة طيب سريعا بس كده علشان ما نطولش عليكم اسعار البصل ابتدت ان هي تريح ولكن استقرت اليومين دولة يعني كانت 13 جنيه و12 جنيه وبتدت انخفض تدريجية لأيام الفترة اللي ماضت كل يوم ينزل جنيه جنيه ونصف اتنين جنيه ولكن استقرت عند السعر اللي هنعرضه حالا اسعار البصل الاحمر يا جماعة فيه بصل احمر يعني تقدر تقول كده من 8 جنيه لحد 10 جنيه ونصف من 8 جنيه لحد 10 جنيه ونصف وفي البصل الكرد نضيف الفخر يا جماعة 11 جنيه 11 جنيه طيب اسعار البصل الابيض فيه طبعا 9 جنيه 10 جنيه 10 جنيه ونصف في البصل الابيض اسعار التوم يا جماعة طبعا التوم الابيض تلاقي فيه 18 جنيه لحد 20 جنيه والتوم الأحمر فيه لحد 23 جنيه و24 جنيه في الجودة العالية جدا أسعار الطماطم يا جماعة طبعا الطماطم أسعارها مهدية خالص بالنسبة لطبعا الارتفاع درجة الحرارة والجامعة كتير في الصفة جماعة الجامعة بتاع الخضار بيبقى كتير جدا الطماطم فيها من 40 جنيه لحد 70 جنيه للعداية وزن العداية 20 كيلو أسعار البماء يا جماعة في سول عبور فيه من 15 جنيه لحد 17 جنيه وأعلى حاجة في البماء في سول عبور يا جماعة 20 جنيه و23 جنيه انتظروا إن شاء الله كل جديد على القناة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته